أهلا وسهلا بكم بيبادو تريدز اليوم نتحدث عن سبب صعود البيتكوين مبارح بعد زيادة الفوائد و لماذا أجد أن نحضر حالنا لهبوط أكبر و ماذا هي الأخطار الجديدة بالسوق الذي نتواجهنا كل هذه الأمور وأكثر سوف نتحدث عنها اليوم ارجوك و اشتركوا في القناة و دعونا نبدأ أول شي بدي أعتذر منكم على التأخير و ثاني شي صوتي اليوم أنا شوية مريض سوف تتحملوا لي شوية وصوتي عم بشرب شاي أنا بعملكون الفيديو لا بس لأنه ما بدي ما يكون معكم بكل مراحل السوق مبارح البيتكوين بعد ما طلعت الفوائد بسف فاصلة 75 السوق طلع يعني أول شي سف فاصلة 75 هي أو أعلى نسبة بأمريكا من 1994 و قال الاحتياط الفدرالي بدي يعلي لحديد 3.4 هالسنة هذا اللي قاله باول بدي يعلي الفوائد للمفاجأة الأسواء طلعت بشكل إيجابي تقبلت الفكرة بشكل إيجابي لأنه كانوا محضرين حالهم الهبوط اللي صار قبل هو لأنه الأسواء كلها حضرت حاله وفرجيتكن أنا وين عرفوا حضروا حالهم لأنه كان فيه تسريبات أكيد وقدى لهبوط السوق بشكل كتير كبير قبل الإعلان بعد الإعلان صاروا عارفين شو عم بصير بلاش يطلع شو سبب الطلعة سبب الطلعة اللي صارت مبارح أول شي أنه البيتكوين كانت بالحضرين 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 وصلنا إلى مراحل أوطى مراحل أوطى نسبة بتاريخه للرس ايهو بفرجينا قوة الزخم اللي بالسوق شو بيصير وقت تكون بأوطى نقطة هون وبنفس الشي عادة معدل الميتان جمعة هيدا المؤشر كل العالم كانت عم تطلع عليه لأنه عادة تاريخيا البيتكوين بيكفي طلعته بيكفي ثلاث مرات دق فيه وبعدين طلع صاروخية شو كل العالم بلشت تشتري على هيدا حتى طلبات شراء على هيدا الخط شو المسناء المسناء نزلنا لكحة تحته مين كان عم يشتري الحيتان بلشت تشتري أول ما دقينا بالعشرين ألف الحيتان فاتت وعم تشتري بشكل كتير كبير هالمنطقة بس الأول شي لأحكيكم هالمنطقة كتير منيحة منطقة تاريخية لين عقلمس البيتكوين يعني كتير منطقة مبلش نفوت نشتري فيها رائعة معقول يوتا سعر أكيد معقول لح أحكي عن هالموضوع بعد بس حيال منطقة من العشرين ألف واحد وعشرين ألف حتى اثنين وعشرين ألف وقتا يقب البول ماركت التاني اللي حنتقول ياريت شترينا بها المحلات بس لأخبركم مناطق كتير تاريخية كل المؤشرات بدلنا عن هالشي شو في غير زيادة هيك اللي ساعد بالصعود البيتكوين مبارح كان هو لكتير عالم عملين شورت واحترقوا تقريبا 3 مليون دولار واحترقوا وهالشي ساهم كمان بتالية البيتكوين الآن 0.75% أعلى نسبة من سنة الأربعة وتسعين وقت صارد سنة الأربعة وتسعين بعد سبعة شهر اضطر الاحتياط الفيدرالي يرجع يوطي الفايدة لأن الاقتصاد كانت تقريبا وقف معقول يصير هالشي هيدا أسباب اللي طلعت السوق بس السوق بلش يرجع ينزل هلأ ارجعنا على 20900 أنا وعن بحكي الفيديو و أنا كنت محضر حالي عارفه و لم يكنت واسق فيه كثير لهذا الطلع لأنه ما في شي معلومات إيجابية أنا برأيي اللي سيحدث لحفظ لكم وليس لحفظ لكم اللي في أسباب أنا برأييي لحن نبدأ الضعف بالسوق لحن نبدأ نصل لهالمراحل 19 18 19 لا أعرف كيف ننزل لهون حسب المعلومات يمكن تطلب معلومات جديدة تغير لي رأيي ولكن لحن ننزل لهون نطلع نصل إلى 26 27 28 ألف و نرجع نزلة ثانية لا يوجد شيء ينزل بشكل عمودي لا يوجد شيء يطلع بشكل عمودي لا يوجد شيء يطلع بشكل عمودي لحن نتجد ريليف رالي يريح سوق قبل أن ينزلوا أنا هكي بشوف وهذه النزلة اللي ستكون النزلة الكبيرة يمكن تصل إلى 15 ألف يمكن تصل إلى 14 ألف ما في حدا يقول لكم حسب شو عم بصير بالسوق و لحكي أنا شو عم بصير بالسوق هيكي برأيي أنا لحيصير أنا شايف ضعف بالسوق بس حيا الله منطقة من اللي هون من 20 ألف و نزول مناطق رائعة للواحد يشتري فيها و يضلوا دي سي اي دولار كروس أفرج يفوت على مراحل فيها أنا عم بحكيكم إياها لأنه على المدى البعيد إذا معكم تكون تحملوا مثلا أنتم كريبتو على خمس سنين أو أكتر بتكونت تقولوا يا ريت شترينا بها المراحل أوكي هذا رأيي الشخصي أنا ما عم لكم عملوا دراساتكم الخاصة و قرروا أنتم شو في معلومات بالسوق أخطار جديدة بالسوق أنا عم لكم لازم أحذركم عنها كلنا عرفنا شو صار بسلسيس أول شي لونة و سلسيس سلسيس كان عندها كتير عملات و بين الاستي إيث طاعة كانت عم تبيع كتير استي إيث بخسارة و هجمة سيولي عليها ما بق معها سيولي وقفت كل العالم من سحب مصرياتها وأنا حزرت على القناة هون حزرت قبل ما تصبح هالشغل إن كنت تسحبوا منها ما عم بحكي دات سلسيس يمكن هني قصدون منيح أنا كنت استعمل سلسيس و طلعت منها قبل و حزرت كنت تطلعوا منها قبل ما يصبح شو صار بساعة حدا عم يهجم على سلسيس و عملت فيديو أنا فصرت لكم منوها الحدا هو سانباك وانفري و ألا إيمادة هلأ عم يجربوا يحرقوا له البوزيشن تبعها بالبيتكوين عندها فبقى 23962 و إضافت بيتكوين و إضافت قرد و إضافت بيتكوين مثل الكلاترال نحن تقريبا 24 ألف بيتكوين إذا لم يستطيعوا يسدوا المساري اللي بي هالقرد بيحترقوا الداي اللي يخدوا الـ 24 ألف و اللي يستردوا مصيرهم مضطرين يبيعون في خطورة كانوا يحترقوا هوا كلهم هلأ كانوا هن القرد طبعهم على الـ 20 ألف على الـ 20 ألف و 500 تقريبا بس صاروا يزيدوا سلسيس أموال لحتى يخففوا القيمة هلأ صارت صاروا دافعين صارت 14 ألف إذا نزلت البتكوين تحت الـ 14 ألف بيحترقوا و هيدا بيفوت على السوق و هيدا بيخوف كتير السوق بعض في خطورة كتير كبيرة من الإث للبيتي سيب مع السلسيس بدنا نظلنا منتبهين عليها الخطر اللي بعده اللي طلعوا وعملت له الشير على بدوي اندرسكور تريدز اللي حقييني هونيك يبعمل أبديتز قبل بكتير هونيك شو هو ثري أيرو كابتل يلي هي مثل صندوق للكريبتو فاند للكريبتو بتشتغل من دبي ثري أيرو كابتل عم تضطر تبيع كتير إيث أستي إيث بخسارة لحتى تعمل لأنه ما بقى عندها سيولة عملوا استثمارات بمكانات أماكن خطرة وعم يخسروا مصاري لأن السوق هبط والعالم عم تجرب تسحب مصرياتها وعم يعمل كاسكايدنج إفاكت مثل المصار بسلسيس كمان هذا إذا احترقوا هولي هوا عم نحكي عن تقبية يمتوا نوصلت للعشرة مليار دولار هولي كثري أيرو كابتل فرم إذا احترقوا أو أفلسوا كمان لح نعمل مشكلة بالسوق وخلي الإث يوطى بشكل أكتر وأكتر إذا ملاحظين الإث كثير ضعيف من ورا هالقدة فيه أشياء عليه هول إشياء كلها بدنا ننتبه لها وعم بتأثر بالسوق طيب شو فيه غير إشياء عم بتأثر بالسوق غير إشياء أول شي ثري أيرو كابتل بيحمله كل هالعملات بس أكتر شي إثيريوم هالعملات كلها بتكون ضلنا مراقبين شو بيصير فيها لأنه أول عملات لحيبعوها إن هول عملات بس لنكونوا عارفين شو فيه خطر ثالث كمان وأنا بدي حذركم منه حذرتكم منه قبل بمرة كل ما عم بتعمق فيه عم لقي معلومات جديدة عنه USDT أو Tether وقت وقفت سلسيس عملت فريز أو وقفت العالم من سحب أمواله أو تبادل بأمواله على شبكة سلسيس USDT خسر الباك USDT هو مثل عملت الدولار يجب أن يكون الدولار بسوى دولار وقت صارع الشيء نزل إلى 95 سنس 96 سنس يعني خسر قيمته ضغرة فجاءتني هالشيء ماكس ماكس ماكنت عم بربط الأشياء ببعضها باللاشة أعمل أعمل تحقيقاتي Tether طلعت اليوم وقالت لا ما في شي منه نحنا كثير منيحة معنا كثير منيحة هلأ في 11 مليار USDT تحقيقاتي من السوق وهذا الشيء سيهم في تهبيط القيمة العملة نباشرة قليلا أعرفت أن USDT هي أحد أهم المستثمرين بسلسيس يعني عندكم السلسيس نتورك يرجع اثنان أكبر أثنان 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 بالسلسيس هنا تذر USDT يعني هالشيء يخوفني أكتر 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 هلأ في تحقيق صار عن USDT بالأكتوبر 2021 يفرجون أن هناك الكثير من غموض مع الـ USDT كيف يتركوا أموالهم لا يوجد تدقيق مالي من قبل أمريكا وهناك الكثير من خوفهم أنهم مدعومين بالدولار كل هذه المعلومات تجعلنا نخاف منهم أنا نصيحتي لكم تذر إلا بالسوق زمان ويمكن ما يصير فيها شيء بس الواحد بعد كل اللي عم يصير بالسوق بده يعمل حسابه خطورة تذر مقابل يعني risk versus reward الخطورة مقابل للمكافأة شو خطورة تذر أنه يخسر الباك وتنزل قيمته مثل مصار بالـ USD ها خطورة طب معقول تصير ومعقول ما تصير شو المكافأة طبعا أو الـ reward طبعا شيء الإيجابي فيها أنه تضل على الدولار ما زال عندي عملات ثانية تضل على الدولار مثل USDC أو BUSD وللأمانة أنا لا أخصني لا بها و لا بها هؤلاء شركات كبيرة هن يمشون لكن هناك لدينا أمان لا يوجد حكة عنهم لا يوجد خوف منهم ومتأكدين أنه الدولار دولار معهم في USDC لأنه هي يصير فيها تدقيق جنائي بأمريكا ومجمورة تكون باكت با دولار لأنه هي شركة أمريكانية ومتأكدين مننا لأنه ستكون ثابتة لماذا لا نقل المصريات ونقلل الخطورة علينا؟ أنا شخصياً هكذا هكذا عملت لأنه يرسيبكم الخاصة وقرروا أنتم لا يحدث شيء ولكن إذا حدث هذا سيقوم بعمل سيؤثر على السوق لأنه تذكر من أكبر العملات السابتة بالسوق هذه التحضيرات التي أريد أن أخبركم عنهم هناك شيء يجب أن نرأبه كثيراً في آخر الشهر وهو أرقام GDP GDP يخبرنا كيف في الاقتصاد ماشي بأمريكا أول ربع من السنة كانت سلبية إذا ربعين وراء بعضهم كانوا سلبية بتفوت أمريكا بركود اقتصادي وبتأثر على العالم ككل ثاني ثاني ريبورت سيطلع بـ 29 جون بيخبرنا الثاني كورتر الربع الثاني ما سيكون فيه إذا كان سلبي أو إجابة إن شاء الله يكون إجابة وما يكون سلبي لأن إذا سلبي فتنا بركود اقتصادي سيؤثر على العالم ككل أكيد الكريبتو بيناتهم سيحبط هالأشي لازم ترقبوها ونضلنا عليها لحقوني على بدوي أندرسكورتريد على تويتر وعاليوتيوب لايك ونسبسكيرب على التشانيل أنا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت أبديت جديد شكرا